موسيقى اشعار انا نجيب لها اشعار وهي تحفظها بس مش بكتبها يعني وما شاء الله عندها يلقيتها استجابة الالقاء والحفظ عندها الحفظ كويس والالقاء بقى هي بتتوقي بتفهم معنى الكلمات وبقى كده بتلقيها بقى بطريقتها والاداء بتاعها اه يعني اداءها هي عندها كم سنة سبعة سنة كم؟ تتكلمي كده معاية سبعة سنة كم؟ تالية اهلا بكامات قولي لنا بأول حاجة عايزة تقوليها ايه؟ بحبك يا مصر قولي سك المايك يلا بحبك يا مصر وبعشق طرابك ولف المداين وارجع لبابك وحسك كياني وكرمتي فرحابك يقوله فقيرة يقوله يقوله أسيرة يقوله بشوفك أميرة وأحبك يا مصر بحبك ملاية ومنديل بقوية مقالب من أختي وغتاتة من أخويا ودعوة من أمي ترسيني همي وحكمة من أبويا وحبك صبية على البحر جاية في ساعة عصاري ونسمى قبلها تطير فشالها تبين جمالها وترجع تداري وحبك مراكب تعدي لراكب لبر الأمان يدوب جوانيلك ويعطى شجيلك يقولك كمان وقابلك ببوصة في زفة عروصة ولما في بيتنا مع ولاد حارتنا تدق المزاهر ترد المزامر تزغر جارتنا نهلل نغني وحلم التمني ينور ليلتنا وحبك زيارة لبيت عم سيد ده أصله فقير مش هيقدر يعيد نعيد عليه نفرحناه ويدعينا دعوة بمليون جنيه فأرضك يحس الغريب إنه مصري وإحنا الأجانب ويلقى الرعاية ويلقى الحماية على كل جانب ويمشي في ربوعك ويشبع بجوعك ويعمل مصايب ويرحل وينسى جميلك ويقسى ويطلع يا عايب ويرجع تسامحي يا سكنة في ملامحي يا ست الحبايم ولدك بنوكي بيروحهم فدوكي ويشهد عليهم ترابك في سينة ومنهم بعوكي عشان الشروكي وفيلة في مارينة ولو جار زمنهم يعودوا مكانهم يلاقوا السكينة وتنسي جهدهم وتبكي عليهم عينيكي الحزينة فقرتك سرحت وفشلت ونجحت وعشت في بساطة صاحبت الحمام ونمت في سلام ولو على البلاطة تغير في شكلي همومي ومشكلي لكن روحي لأ أعبر بغنوة وأقول نقطة حلوة لكن يأس لأ ما تقشل غتاتة وقلبي المثالب ما يعرفش ماتة وأقول بالتلاتة بحبك 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 يا بصر إيه الجمال ده قوليني بقى أنت لما ماما بتجيب لك الحاجة كده عشان نحفظها طيب تفهميها الأول كده وتحفظيها بعد كده ولا بتحفظيها على طول لأ هي بتقسمها لي الأجزاء تمام بعدين بتحفظني جزء بعد كده تفهمني معناه عشان أبقى يعني حفظها عشان فهمها مش حفظها يفهمها الحاجة اللي أنت بتحفظيها أحدك من أسواق صح؟ أيها بس عايش هنا في القاهرة عايش هنا في القاهرة ريناد لها إخوات تانين عندها ردينة تلت عدادي وصلاح أول عدادي في بقى مواهب تانية معنا؟ لا يعني مش قوي صلاح كورة عادي مركزين مع ريناد بس لأ هو صلاح كورة ولكن ردينة يعني بتحب أسلاً إنجليش مع نفسها كده لكن تحفظ أغاني إنجليش ردينة لكن ريناد هي المركزين عليها حلوة طيب أنت من أسوان لكن أنت عندك قصيدة صعدية صحي كده؟ عايزة أسمحها على اسم مصر الغالية ثموني سعدية بنت بلد جدعة وعندي شخصية شديدة وقت الجد بس كل حنية من الصعب عمري مهرب ملأ أصلي عنادية أطر لي سابع سمة بكل حرية بس عارف أحدودي صح أصلي بنتي متربية ربي وديني ورسولي دايماً في الأولوية ولما أحب بجد ولا أشدع رومانسية واكتب في العشق قصة وفي الحب حاجي جيدة وفي شغلي دايماً جد طيب نقول قول لي بقى يعني نفسك تطلعقي لما تكبر نفسك تطلع دكتورة والشعر حنسيبه والإلقاء حنسيبه خالص كده؟ لا يعني شوية وشوية شوية وشوية دكتورة إيه؟ بعيز تخصصي في إيه؟ أطفال؟ مش عارف أنا محتاجة حاجتين كبار وأطفال طيب يا أوليلي يا ريناد هنقول حاجة تانية طيب إحنا أنا ماما ورتني فيديو تعفرح خالو تقريباً هو إحنا بقى بنعمل يعني مثلا لما يكون عندنا مناسبة بنقول تعالي يا ريناد قولي مثلاً ولا هي بتكون برضا محضرة للحاجة دي هي مثلاً في مناسبة بتقول لي طيب يا ماما إي رأيك نحنا نعمل كذا تعاب بتقترح علي دلوقتي كانت مرات خالها هي اللي طلبت منها عايزة شعر سمعتها قيلة شعر فقالتلي أنا نفسي يعني فرحي تقول لها شعر فإحنا هم يعني إيه؟ حفظ حفظته عمناه لمنفجأة يوم الفرح تمام يوم الفرح فهي بقى فجأتهم وحفظته ما شاء الله على طولي يعني طيب نقول بقى القصيدة بتاعت فرح خالو حوالي النهاردة ما في زيه اتنين فرحكو عندي فرحين يا حبايب القلب يا أبارين يا أغلم الرمش والعين هي دي الليالي السعيدة لما الأمان تصبح حقيقة فرح وكوشة وأنور وزينة ست البنات على عرشة أميرة وعرس أصيل وابن الأبيلة ليلة العمر والفرحة كبيرة هي دي الليالي السعيدة حلوة أوي يا رنات ربنا بارك فيك إن شاء الله وتشوف فيها أحسن حاجة ما بتفكرش إن هي تنزل مثلا مصرح إلقاء رحت والله قبل كده بس قالولي ليس كان السنة صغيرة رحت السنة اللي فاتت فقالولي لأ لسه لما يبقى عندها سبع سنين مسرح اللي هو بتاع عبد المان المدبولي قالولي لأ لسه سبع سنين حتى اللي بتدبقى الورشات بتاعت سنها بإذن الله في الصيف إن شاء الله عشان في الحفظ وكده حيبقى حلو قوي معاها طب قوليلي بقى أنت عملت حاجة لماما لازم نعمل لها بقى الستة عمانها معانا هيا شايرت هيا نقول حاجة لماما افضل أمي أنا قطعة من جسدها وربض من فؤادها أنا لا أكون رولاها والله لا أنعم بالحياة بلاها أنا سر وجودي كيادها وتوفيقي يكون بدعائها هي هبة من الرحمن وتحت قدميها الجنان أمي أمي بسمة سغري وفرحة عيني يباقة زهري وقصيدة شعري أوهن يا أمي أوهن يا أمي كم عانيتي كم شقيتي كم تألمتي وكم ضحيتي لا أعرف كيف أوافيكي وبأي عبرات أهاديكي أرقع لكي حبا أرقع لكي حبا وأقبل يديك عشقا أتلب رضاقي نوما وأصليلي أجليكي عمرا سامحيني سامحيني يا نبع الحنان فأنا عاجزة عن الكلام هي نزلت في حاجة قبل كده في حفلات أو حد شافها طيب هي بطلك الشهر هوا يعني كنا برضو منروح قبل كده في كذا يعني قناة وطلعت في حفلات طبع برضو الإزاع وتلفزيون بس يعني مش قوية كم حفلة كده بتعملي إيه بقى في الإزاع المدرسية؟ الإزاع المدرسية مرة أنا كنت اللي بقدمها وانا كنت في كيجيتو من سنتين لكن السنة دي قلت إيه؟ لكن السنة دي قلت شعر السنة دي قلت شعر هل إكتوبر هما بقى المدرسة المفروض أني أعرفين أني بتعرفي تقولي شعر وبي يأخذوكي بقى لما يكون في حفلة ولا كده بيقولوا هاتو ريناد صح كده؟ طيب اللي عايزة تقولي إيه دلوقت؟ الحفزة شعر إكتوبر طيب عايزة تقولي إكتوبر ولا عايزة تقولي أنا اسمي سعيد اللي أنت عايزة تقولي إحنا عنون كل حاجة إكتوبر طيب قولي إكتوبر عبروا الرجالي في قنال والنصر مستاهل والدم مع الرمل سال والغالية تستاهل عبروا الرجال صايبين حالفين يمين النصر وحيات صلاح الدين لنصلي فيك العصر أما اليهود ما شنين ما لقوش مكان غير مصر ما لقوش مكان غير مصر اتزبط وزبطة تمام والعلقة كان تموت وهو طلعوا بس كلام واخد النجال بالصوت وكل يوم حالة وجوالة وجوالة إعلام وكذب وزيف لما انتو رجالة بنيتوا ليه برلي أنا تشغفت بك قوي النهاردة يا رنادي أنا بسوطة قوي أني شفتك وتعرفت عليك إن شاء الله تيجي معنا حلقة تانية ونكون حفظنا حاجات أكتر وأكتر إن شاء الله متشكها لحضرتك قوي وربنا يبركلك فيها وتشفيها أحسن حاجة في الدنيا يا رب ربنا يفتلي اختام حلقتنا بشكر كل اللي شرفوني النهاردة ونستنونا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله قبل دلوقتي بساعة موسيقى